الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأمدار والطب دواء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أحبة في الله تتناول موضوع في غاية الأهمية وهو العلاج الطبيعي مفاهيم ينبغي أن تصحح العلاج الطبيعي ناس كتيرا ما تجيب في البداية منحاول أن نفكر يعني إيه علاج طبيعي بعض الناس في أزهنهم مفهوم عن العلاج الطبيعي مفاهيم قديمة يعني يقولك ترتبط المفاهيم بالحمامات الشعبية ترتبط المفاهيم بالتدليك اليدوي ترتبط المفاهيم في صورة زهنية خاطئة في عقول كثير من الناس وإحنا يعني نقول مع التقدم وازدهار هذا المجال ينبغي أن نصحح هذه المفاهيم يعني في البداية كل علم لا بد أن يعرف وقبل ما نعرف هذا العلم نسأل أنفسنا كل مشاهد ومشاهدة الآن يسأل سمعوا كلمة علاج طبيعي حد فيهم أو من أفراد الأسرة خد علاج طبيعي عمل جلسات علاج طبيعي نبدأ كده نحصل تحتر الصورة إيه شكل عيادة العلاج الطبيعي أو مركز العلاج الطبيعي أو قسم العلاج الطبيعي اللي في مستشفى أو مركز التأهيل اللي فيه وحدة علاج طبيعي هل العلاج الطبيعي مرتبط بالجبائر والأطراف الصناعية هل مرتبط بس بالكهرباء مرتبط باللي ماشي على كرسي متحرك أو بعكاز هل العلاج الطبيعي للناس اللي عندهم إصابات في المفاصل فقط أو اللي عندهم إصابات في الجهاز العصبي زي الشلط ولا في مفاهيم أخرى للعلاج الطبيعي للجراحة قبل وبعد الجراحة العلاج الطبيعي لصحة المرأة والطفل العلاج الطبيعي للأمراض البطنة والقلب والأمراض الرئوية والتنافس هو ده المفهوم الأعام يبقى لما نيجي كده نفكر هنجد فعلا حد من الأسرة حد من العيلة حد من الجران أو إحنا أنفسنا اتعرضنا لبعض الإصابات وبعض المشاكل في حياتنا خلتنا نتعرف على العلاج الطبيعي عن قرب عن طريق دكتور العلاج الطبيعي اللي بيدي جلسة هذه الجلسة بتعيد للمريض لابتسامة بعدما يكون فقادها نتيجة ضعف في عضلة أو تيبس في مفصل أو عضل قدرة على المشي كان بيمشي ما بقاش قادر يمشي أو طفل جاله إعاقة إعاقة نتيجة نقص أكسجين عند الولادة نتيجة ملخ دراع عند الولادة خلع في مفصل الفقدة عند الولادة الطفل ممشيش خالص بيجي الطفل بنقول له لا أنت محتاج جلسات بنقول له أسرته تدومه على الجلسات عشان ما يحصلش ما يعرف به المضاعفات نتيجة الإهمال والإهمال في مجال العلاج الطبيعي ما يهمل المريض للأسف الشديد بتبقى النتائج بعد كده كل تعديل أو تصليح لازم بجراحة وأحيانا الجراحات ما بتفيتش في هذه المجال أما نيجي نشوف المريض دلوقتي ونتكلم عن العلاج الطبيعي كمفاهيم بنقول هو استخدام وسائل علاجية يعني تعريف وحتى ما بنقول الكلام ده للطلب عندنا في الكلية بنقول العلاج الطبيعي هو استخدام وسائل علاجية سهلة ميسرة من البيئة يعني ما يجيش تبقل واحد يقول أنا لازم أشتري أجهزة معقدة في التركيب وغالية في الثمن نقول لا ده يخالف مفهوم العلاج الطبيعي الأصلي المفهوم الأصيل في العلاج الطبيعي واحنا بنستخدم وسائل من البيئة سهلة تبدأ الوسائل دي بأهم وسيلة علاج طبيعي عرفها الإنسان لغاية دلوقتي وهي اليد إيد الإنسان إيد المعالج لذلك أنا بشجع كل دارس عندي يعني نقول نظام العلاج اللي يقولك إيه نظام العلاج عن بعد يعني إيه المريض طعبان حطه تحت لمبة اللمبة تسخن خلاص يا حجي امشي مع السلامة كده ده مش علاج العلاج لابد استخدام اليد أولا في الفحص وإحنا بنقيم الحالة ثانيا في العلاج بنقول أهم وسيلة هي اليد تليها استخدام الماء في العلاج واستخدام الماء احنا نشوف كتير حمامات حلوانك كبريتية نشوف عيون موسى نشوف في عيون كثيرة يمكن في مصر ممكن استخدام المياه الكبريتية كعلاج وممكن استخدام درجة الحرارة ممكن درجة حرارة بردة درجة حرارة دافية درجة حرارة سخنة أو استخدام طيارات الماء داخل أحواض خاصة المريض بنقعده في حوض معين ويبدأ طيار من الماء بيطلع عن طريق موسير بتدفع الماء بشكل تعمل تحريك للدورة الدموية تحسين للقدرة العضلية بتخلي العضلة تسترخي العضلة اللي شدة بقى ده أسلوب من أساليب العلاج نقول أيضا استخدام الضوء ويمكن الضوء كتير مننا ما يعرفش أن العلاج الطبيعي هو استخدام الإنسان القديم أو الإنسان البدائي اللي بدأ الدنيا بعد طبعا نقول خلق الله لآدم وإنزاله للأرض بدأ يستخدم أشعة الشمس وأشعة الشمس بتدينا حرارة وبتدينا ضوء الضوء هنا ممكن يكون أشعة تحت الحمراء اللي بتبقى سخنة اللي بتدينا الدفع وممكن أشعة اللي بتسميها الأشعة اللطيفة الأشعة اللي هي الفقبة نفسجية اللي بتكون في الصفوح الباكر أو في المساء قبل الغروب مباشرة لذلك الضوء ده والضوء ده ريفا وايد الأشعة تحت الحمراء آه بتديني تسخين للمكان تنشط الدورة الدموية تحسن توسع الأوعية الدموية بتدي نوع من الاسترخاء للمفاصل باسترخاء للعضلات لكن الأشعة تحت فقبة نفسجية هي أشعة ربنا خلقها بحكمة وقدر الحكمة إنها بتمدنا بعنصر من عناصر الأساسية وفيتامين دال لذلك الأولاد اللي بيتولدوا في أماكن منعزلة عن الضوء اللي أهلهم خايفين عليهم مكلفتينهم أو المولدين في بلاد الشمس ما بيشوفوهاش غير يعني أيام في السنة الدول الإسكندنافية الدنمارك السويد جزء من بلجيكا وبلجيكا بريطانيا بنقول بعض الولايات في أمريكا بتبقى الشمس فيها مش ساطعة طول السنة لا بزي عندنا ودي نعمة من نعم ربنا فيبدأ يحصل عندهم نقص في فيتامين دال نلاقي الولاد بيبدأ يحصل لهم تقوص اللي بنسموه لين في العظام عند الصغار ويقدي الهشاشة عند الكبار ويقدي الاكتئاب شوف ده العلاج بالضوء احنا مش عارفين ده احنا ربنا بيعالجنا علاج رباني بيبعث لنا شمس بيبعث لنا ضوء بيبعث لنا أشعة تحت الحمر وأشعة فوق بنفسجية وأشعة كل ده علشان إيه؟ عشان ربنا عايزنا في أحسن تقويم زي ما خلقنا أيضا العلاج بالحرارة وكلمة حرارة ما بقولش ارتفاع الحرارة أو نقص الحرارة لا الحرارة نفسها ممكن لو زادت يبقى زيادة الحرارة زي الماء الساخن كمدات السخنة اربط الماء الدافية الرضة الدافية الرغيف السخنة كل الحاجات دي بنستخدمها ممكن أشعة لمبة الأشعة تحت الحمراء ممكن الموجات القصيرة كل دي بتطلع سخنية على المكان يبقى ارتفاع الحرارة نوع من أنواع العلاج طب انخفاض الحرارة ممكن أعالج بالتلج ممكن أعالج بالمية البردة وده بنشوفه جميعا عند الإصابة الحد يعني لعب الكرة بيمشي حصل عنده التواء مفصل الأدم يجري دكتور العلاج الطبيعي معاه في إيده إيه كمدات تلج الكمدات دي بيرحطتها على المكان المصاب وبنقول هنا لابد المفاهيم بنقول مفاهيم لازم بد أن تصحح إن في ناس عندها مفهوم إن أي واحد يجيله التواء أو كدمة على طول ده اللي كانوا حطوا له مية سخنة كلام ده خطأ إن هنا بتبقى الحالة حالة حدة حدة يعني إيه فيه بيحصل نزيف بيحصل فيه ارتشاح في المفصل بيبقى محتاجين حاجة تقلل من هذا النزيف والمية الساعة بتقلل من كده والتلج بيقلل من كده دلوقتي بيقى فيه جيل بيقى ممكن يتحط في الفريزر وممكن يتحط في الماكرويف نفس كيس الجيل ممكن هو نفسه يسخن وهو نفسه يبرد وده يستخدم كل واحد فيهم حسب استخداماته يبقى استخدام الحرارة زيادة ونقصان أيضا ممكن نستخدم الحركة كعلاج أهم علاج في العلاج الطبيعي للعلاج الحركي بنقول التمرينات العلاجية أو معالجة الجهاز الحركي يعني إيه الجهاز الحركي نحن قلنا الهيكل العزم والعضلات المرتبطة بيه والمفاصل والأربطة والغضاريف اللي داخل المفاصل دي تشكل جهاز اسمه جهاز الحركة في جسم الإنسان أي خلل في مفصل أي عطل أي خطة فيه أي إصابة أي غضروف ممكن تؤدي إلى ضعف الحركة أو حركة غير طبيعية ونشوفها دي كتير جدا في اللي عنده إصابة في العمود الفقري نلاقي الإنسان شاب ماشي كويس معتادل تجي له إصابة بقى ماشي مع وجه ومحن للجنب إيه اللي حصل في الجهاز الحركي حصل فيه خلل في الجهاز الحركي نجد المرأة اللي كتناشي مستقيمة بدأت تمشي فيه إعوجاج لأحد الجانبين الشاب هو ماشي نلاقي فيه الفقد فيه الحوض مرفوع من جنب وجنب ماشي فيه كتف أعلى من كتف إيه اللي حصل هنا فيه خلل في الحركة بنقول العلاج الطبيعي هنا بيعيد الحركة عن طريق إعادة تقوية العضلات الضعيفة وتحريك العضلات المفاصل اللي حصل فيها تيبس وإعادة القوام السليم ليه بقول إعادة القوام لأن كتير من إخواننا وأخواتنا بيبدأوا يمرسوا حياتهم اليومية بقوام خاطئ وأكتر شيء وده بأنصح به أولادنا وبناتنا إياكم في وضع الجلوس على المكتب وخصوصا أمام الكمبيوتر إن إحنا نبقى عاديين محنيين الرقبة تفقد الكرف بتاعها أو المرحنة بتاعها الكتاف ده المياه مفروضة لا تبدأ تتحدث للأمام نحن نقفل عمود الفقري ويبدأ الإنسان يعاني من مشاكل في هذا العمود الفقري وبعد كده يبدأ يقول لك والله أنا عندي ابني أو بنتي عندهم 17 و 18 سنة وألم في الرقبة وألم إحنا مكناش نسمع الكلام ده في الماضي يعني في الماضي كنا نقول اللي عنده ألم في الظهر أغلبهم بيكونوا فوق الخمسة واربعين خمسين أعمال شقة منزلية شديدة بيبدأ الواحد يحصل بعد إصابة والتواء لكن دلوقتي لا بدأت تظهر في طلاب السنوية العامة يقولك في تانية سنوي يقولها سنوي مع أنه لسه صغير وتظهر في طلاب الجامعات بكاثرة ليه؟ لوجود اللابتوب طبعا شايدين اللابتوب على رجليهم وبحطين مخدات وراء دماخهم في السرير وقاعدين طول الوقت عملين بيذاكروا في الوضع ده أو بيعملين يراجعوا حاجة بيقرأوا مقالة أو عملين يتفرجوا على فيديو بيشرح درس معين وهم عملين يتفرجوا الرأبة فقدت القوام السليم يبقى لذلك بنقول العلاج الحركي في العلاج الطبيعي في غاية الأهمية علاج يعيد الجسم للحركة التي فطره الله عليها ربنا خلقنا في أحسن تقويم فربنا بيعدنا لهذه الحركة السليمة باتباع النظام الجيد النظام الجيد الحركي بنقول من أهم الأشياء سواء وقاية أو علاج ليه؟ واحد هنا يبدأ يقول طب فيه وقاية في العلاج الطبيعي يعني أنا أسمع عن الطب الوقائي طب بندي حاجات للناس تعطيمات بنقول لهم كذا عشان ما يعيوش لكن فيه في العلاج الطبيعي وقاية قول طبعا الوقاية أيضا خيرون من العلاج إحنا لو بدأنا نعمل حاجة اسمها مسح لمدارس الجمهورية مرحلة الابتداء نشوف الولاد اللي عندهم في لاتفوت اللي هو طفال طوح القدم الولاد اللي عندهم يعوجاك في العمود الفقري الولاد اللي عندهم كتف أعلى من كتف الولاد اللي عندهم تيبص في مفصل الدراع أو الرجل نتيجة إصابة نبدأ نقيم الولاد ده من مرحلة مبكرة ونديهم برامج علاجية جيدة نبدأ نعلمهم يبدأ الطفل ده ما يبقى شاب هيبقى شاب قوي نافع ما يبقى الشاب ضعيف ومريض وفي بداية حياته عمال يقولك أنا مش قادر أمارس الأعمال الفلانية أنا عايز عمل مخفف وهو لسه في ريعان الشباب لا أيضا بنقول الفتيات المقبلات على الزواج في علاج طبيعي ووقائي إيه هو العلاج الطبيعي الوقائي إن إحنا نحرص على مقياس كتلة الجسم عندها كثير من البنات عندهم نحافة مفرطة نحافة مفرطة يعني إيه يعني غير والوزن مش متناسب مع الطول مش متناسب مع السن وتلاقيها مقبلة على الزواج والوالدين يعني نقول ما بيبزروش الجهد الكافي علشان يزود وزن الفتاة في هذه المرحلة اللي هي بعد سنوات قليلة هتصبح أم وهتصبح مرأة حامل وفي طفل بيعيش بيعتمد على الغذاء منها فإذا كانت هي ضعيفة جدا وعندها أنيميا ووزنها قليل وما فيش عضلات أما تيجي إزاي هتقدر تجد المعاناة الشديدة أثناء الحمل ويقول لها لا ده أنت لازم هتنامي وتنامي طول الفترة الحمل القئ والترجيع ومش قادرة تاكل كل ده بنقول طبعا احنا ممكن نتضارك والشيء بسيط حساب كتلة الجسم ده أمر سهل يمكن أنا حط عامل معادلة على الموقع عندي بقول حط وزنك في الخانة دي وحط طولك يطلع لك أنت نحيف ولا أنت متوسط الوزن ولا أنت بدين ولا شديد البدانة ولا إيه الموضوع عشان تبدأ تعالج الموضوع ده نفس القصة بنقولها بنقول في العلاج الطبيعي الوقائي بالنسبة للأوزان الكبيرة جدا تلاقي برضو نفس الفتاة المقبلة على الزواج أو في مرحلة 18-20 سنة وبدأ وزنها يزداد بإفراط طبعا السمنة لها علاقة واطيضة بصحة المرأة أن كثير من البدينات نحصل عندهم تأخر في الحمل ليه؟ لأن بيكون عندها يحصل لها تكايوسات على المبيض نتيجة الوزن الزيادة ممكن الوزن الزيادة يضغط على الأنابيب يضغط على الرحم المرأة حتى أدأها في تنفس لها تطلع سلم تنهج مش قادرة تمشي ألم في الركب وهي في العشرينات من عمرها فمنقول للألاج الطبيعي الوقائي أن نحن نلاحظ الوزن ونحاول ندي برامج علاجية سواء في الجانب الغذائي نقول لا التغذية نبتعد عن السكريات شوية أنها اللي بتتعب وعن المخبوزات النشويات ونبدأ نهتم بالألياف زي الخضرات والفواكه واللحوم والبروتين عشان دول بيبنوا الأنسجة العضلية طيب العلاج الطبيعي الوقائي أيضا مش بس مجرد نحن هنحافظ على البنت قبل نتزاوج لا أثناء الحامل نفسه في علاج طبيعي علاج طبيعي ووقائي عشان الولادة تكون طبيعية كتير دلوقتي نسمع أن النساء أثناء الولادات الحديثة أغلب النساء بتولد الآن قيصاري طب إيه التحول الكبير اللي حدث كانت كل يعني في جيلنا وجيل آباءنا كان نادرا ما المرأة تولد قيصاري إيه اللي بيحدث بيحدث أن كانت المرأة قديما لهم أمهاتنا وجداتنا عماتنا خلاتنا كانوا بيتحركوا كانت أثناء الحاملة ليها النظام عندها مجهود يقول لك دي بتطلع الغيط وغاية الأسبوع الأخير من الحاملة نسمع الكلام ده على الأجداد طب إيه اللي بيحصل دلوقتي لأ دلوقتي المرأة دخلت فيه ما يعرف بيه ثقافة الرموت كنترول أعدا بتتحركش بتعمل في أكل دسم جدا حلويات في البيت وبنقول بقى في كل بيت الآن حلواني وهي المرأة ستة البيت أو لو في بنات كبارتلي ومن البنات عمالين هم ما يعملوا الحلوة فيبتبدأ تاكل وزن يا زداد قلة الحركة فحركة الجنين بتبقى قليلة في الرحل ما بقيتش يتحرك ما بقاش ياخد وضعه الطبيعي أثناء الولادة ما بقاش الموضوع المية المحيطة بيت لها قليلة الحركة بتاعته قليلة فإذا كثرت الأمراض النساء والتوليد يقولوا لا إحنا خلينا في الأأمن نفتح البطن ما نعودش نحاول في في الولادة الطبيعية في علاج طبيعي وقائي لو تعمل بتمرينات معينة خلال تلات شهور الأولى وتمرينات أخرى في تلات شهور التانية وتمرينات في تلات شهور التالتة لذلك إحنا في كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية سواء الحكومية أو الخاصة في قسم اسمه قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة صحة المرأة يبدأ معاها من الطفولة لغاية ما تبقى المرأة الجدة الشيخوخ ده مفروض طبعا لأن صحة المرأة في غاية الأهمية هي نقول هي عماد الأسرة اللي الأسرة بتدور حواليها هي اللي بتربي الأجيال هي اللي بتخدم هي اللي بتعمل هي اللي بتقود البيت والأسرة فلابد أنها تكون في أحسن تقويم في لياقك تامة مش مش عملت عيني ألم في ظهر لا ألم في الرأب ألم في الركب ده بالنسبة للجهاز العضلي لا ده عندي مش عارف إيه تدهن على الكبد عندي حصوة في المرارة الحندي الله الله احنا طبعا الناس الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل أمهات المسلمين وأن يعفوا عنهم ولكن بنقول المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف أما بنقول العلاج الطبيعي وقاية مش للولادة بس ده بعد الولادة للجنين اللي هو الطفل اللي هيتولد حديث الولادة حديث الولادة ده احنا محتاجين العلاج الطبيعي بيشوف تطوره الحركة تطوره الوظيفة مفروض الطفل بيبدأ بيمر بمراحل تطور بيتقلب بعد الشهر الكام بيقعد في الشهر الكام بيبدأ يقف في الشهر الكام بيحبو يبدأ على إيده ورجليه السحف بيبدأ طب لو حدث تأخر هنا مش دكتور الأطفال بس المسؤول لا دكتور العلاج الطبيعي هنا مفروض بيقيم الأداء الحركة للطفل يقول آه لا ده فيه هو السبب هنا نبدأ نشوف الوعي والإدراك عند الطفل الطفل يبدأ ينمو عنده الوعي والإدراك بعدين ينمو عنده المناغاء اللي هو يبدأ يغاغاغاغ عشان ديها بداية تكلام للطفل كتير الأسرة ما تاخدش بالها ويبدأ الطفل يكبر عنده سنتين وتلاتة وتقولك ما بيقولش غير كلمة ماما وبابا الله طب احنا كنا غفلانين فين التلات سنوات الماض الماضية التلات سنوات اللي احنا عملين مش ملاحظ لأن ما فيش ما يعرف بالعلاج الطبيعي الوقائي إنه يبدأ يلتقط الخيط يشوف ايه المشكلة ويبدأ يحدد لها الوظيفة والعلاجة يبدأ مع مرحلة تطور الطفل واللعب الطفل ده ممكن يتخبط الطفل ممكن هو بيلعب مع أخواته هنا بيبقى فيه وقاية إنه احنا ممكن نديله تمرينات وقائية تقوى عضلاته وتعمل مرونة في مفاصل كتير من الأطفال بيعدهم مرونة جيدة جدا بعد الولادة تبدأ المرونة دي تقل لأنه ما بنستخدمش المفاصل لاستخدام الأنثل يبدأ بعد كده يتيبس بعد شوي حصل أسر في عضلة الفاخد الخلفية يقول لك والله أنا ما بقدرش ألمس الأرض وهو لسه عنده 11 و 12 سنة طب إيه ده إصرت إزاي العضلة دي يقول لك ما بقيتش إيه ما بعملش تمرينات ما بروحش نادي طب مش لازم نادي اعمل في البيت ما بيعملش تمرينات الطفل الصغير اللي بدأ دلوقتي يتحول من طفل حركي كان بيعمل حركات وتمرينات وجارية ولعب بدأ يبقى طفل إلكتروني يحب الألعاب الإلكترونية ماسك في إيده التاب أو ماسك في إيده الموبايل أو قاعد قدام شاشته الكمبيوتر ومعه الجهاز عمال يلعب به والجهاز ده وقاعد طول الوقت تحولت الألعاب الرياضية اللي كان بيلعبها لألعاب إلكترونية بنقول هنا في هذه المرحلة نقول لابد يبقى فيه عندنا عليك طبيعي وقائي يبدأ مع الطفل يعلم ويبدأ سن المدرسة وتبدأ التمرينات اللي كنا بناخدها زمان كان فيه مدرس التربية الرياضية اللي بيحول الطفل من الطفل الطبيعي لطفل مش بنقول مش عليك طبيعي ده ده بيحوله لطفل رياضي طبور الصباح اللي كنا لازم نحرص ويبقى أحسن من الحصة وفيش حد ييجي من بره يخش على الحصة لا طبور الصباح ده في غاية الأهمية وكان معنا مدرسين يؤدوا التمريم معنا في الصف يبقى ويا في الصبح ربع ساعة نص ساعة عمال يعمل تمرينات تمرينات الصباح المدرسة كلها بتشتغل التمرينات يريد نرجع لهذا اللي ده من العشاء اللي افتقدناها كتير دلوقتي الطبور الولاد وقفين سابتين وعملين نقرأ لهم بعض الأخبار وبعض المعلومات ودور الطبور على الفصل لا الكلام ده مش هو الصحيح مفروض الطبور أساسا ان احنا نعمل بعض التمارين اللي هننشط بها أجسام الأطفال ونعمل تمرينات للزراعين وتمرينات للرجلين وخطوة تنظيم ويبدأ الطفل هو طالع الفصل طالع نشيط عمل تمرينات وان العقل السليم في الجسم السليم دلوقتي لأ أولادنا عادين وقفين في المدارس وانا بتكلم الكلام ده واحنا على مشارف بداية عام دراسي جديد بنقول العلاج الطبيعي مش بس الوسائل اللي قلناها فيه استخدام تقنيات جديدة وهنا التقنيات الحديثة في غاية الأهمية في العلاج الطبيعي يعني اكتشاف الليزر كان فاتحة خير في العلاج الطبيعي وده من الليزر بقى ليه تطبيقات تطبيقات طبية تطبيقات جراحية تطبيقات كيمائية تطبيقات فيزيائية ليه تطبيقات في كل مناحي الدنيا دلوقتي في الصناعة ويستخدم الليزر ويستخدم الآن في الطب ويستخدم في العلاج الطبيعي فهنا لابد ان احنا نعرف نستخدم أجهزة الليزر اللي بتستخدم علشان تحسين كفاءة المفاصل والعضلات من جديد أيضا استخدام الموجات الكهربية السواء المستمرة أو المتقطعة المتدخلة أو الطيارات المتعددة كل الطيارات الكهربية ممكن نستخدمها في العلاج وجدنا أن كل نسيق في جسم الإنسان فيه كهربا فنجد أن القلب فيه كهربا العضلة فيها كهربا العصب فيه كهربا أن الخلية نفسها فيها كهربا فالكهرباء دي ممكن بأجهزة معينة بننبه الخلايا العضلية نخلي العضلة تنقبض وتنبسط لوقات لما العصب يرجع لو فيه إصابة نخلي العصب يشتغل لو العصب فيه خمول أو ضعف ولذلك دلوقتي التنبيهات الكهربائية بقت أجهزة كثيرة جدا متعددة وموجات بأشكال وألوان مفيدة جدا في العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي أيضا مش مجرد استخدام الأجهزة دي لا استخدام ما يسمى بالميكانيكا الحركية يعني أي ميكانيكا حركية الميكانيكا الحركية أو الميكانيكا العضوية يعني دي من الأشياء اللي العالم كله الآن ملتفت ليها إن أنا أقول أحصل على أحسن كفاءة للزراع في الوضع الفلاني أحصل على أحسن كفاءة للعمود الفقري في الظهر في الوضع الكذا دي بدأت تستخدم في صناع الأثاث بدأوا يقولوا طب أفضل كرسي يريح عظمة الفقد ومفصل الرجبة ويريح الزراعين يبقى شكله إزاي فبدأوا يعملوا أقسام تسمى أقسام الإرجنوميكس الإرجنوميكس دي بتشوف كل جهاز يتناسب مع الوظيفة والحركة واللي بدأوها دول مصانع السيارات يقولوا تعالى لما نجي نعمل سيارة الكرسي بتاع العربية بقى مريح إزاي الواحد بيقعد أحيانا في كرسي سيارته وخصوصا السائقين خمس وسبعة وتمان ساعات في اليوم طب دا لو قاعد في كرسي متعب وكرسي محني وكرسي يعني ناشف ومش ممكن يجيب له أمراض متعددة نقول هذا الإنسان لو قاعد في كرسي مريح وثير فيه زوايا أقدر أعدلها للخلف والأمام للجنب أقدر أنه يكون فيه متكأ لدراعي أنه أضع يدع عليه وأنا وأنا سايق ممكن أخلي للقدمين ووضع الفرامل والدبرياش ووضع البنزين اللي هو الكفات اللي تحت لها شكل معين مين اللي بيوضع هذه الأشكال مش مهندس لا ده دكتور علاق طبيعي لأنه دارس الميكانيكا الحركية دارس كل ما أفصل بيكون إزاي فيبدأ يقول الكرسي لو تعمل بالشكل الفلاني ويعمل تجارب تجارب على ألف سائق ألفين سائق غير طب ما يوصل في النهاية النتيجة النتيجة دي بتقول أن وضع الكرسي بالشكل الفلاني هو وضع جيد بدأت تدخل التكنولوجيا الحديثة جدا اللي احنا بنسميها النانو تيكنولوجي يعني التكنولوجيا النانو اللي هي الدقيقة جدا في مجال العلاج الطبيعي بدأت تخش عشان تعوض الإنسان المصاب بشلل نصفي إنه إزاي يقدر يقف ويمشي تاني ويمكن يعني قلنا من علمائنا في الولايات المتحدة العلماء المصريين في العلاج الطبيعي قدروا يطور أجهزة تنبيه كهربي حركي للمفاصل للعضلات خلت المريض اللي عنده شلل نصفي إنه يبدأ يمشي بمساعدة أشياء بسيطة جدا حتى قدروا يعملوا حاجة بيسموها حساس بسيط جدا بالرقب الراجل اللي عنده شلل رباعي ممكن يقود الكرسي المتحرك اللي كان ما بيقدرش يقوده إلا واحد عنده زراعين هيزق الكرسي ويتحرك بيهم لأ ده ممكن بحركة الرأس عملوا دلوقتي حساسات أخرى بحركة العين يعني يعمل بعينه كده يبدأ الكرسي يتحرك عينه كده يروح يمين عينه إذا الموضوع بقى فيه تقدم بيخفف عن المريض بيرحم المريض بيقلل عبء الوالدين وعبء الأسرة وعبء الأهل والأقارب من نزق كرسي ونحرك ويبقى فيه مسألة فيها بنقول المسألة دي محتاجة لأم تطور ومحتاجة يعني نقول دعم كبير جدا من المؤسسات سواء الحكومية والأهلية لكليات العلاج الطبيعي علشان الأبحاث تنتشر والاكتشافات تزيد ونخفف المعاناة عن المرضى المرضى اللي بيعانوا الآن بنقول أيضا العلاج الطبيعي للحروق ناس كتير يقولك أنا العلاج الطبيعي هيعمل إيه لواحد محروق لا إحنا عندنا مشكلة كبرى لو المحروق ده في الوضع الحرق سبنا في وضع خاطئ بيحصل كما بنشوف كتير جدا عفانا الله وإياكم من عذاب الحريق سواء في الدنيا أو الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع وأن يشفي وأن يعافي وأن يجازي خيرا كل ما نبتلي بحرق أن يكفقوا بالجنة أن ربنا سبحانه وتعالى ما يجمعش عليه نارين نار في الدنيا ونار في الآخرة بنقول أحيانا المحروق ده الجلد هو بيلتائم في أوضاع قد تكون مشوهة يعني دكتور العلاج الطبيعي بيكون عارف عارف أنه مفصل الكوع محتاجين منه تاني أديه عشان يوصل للفم تاني أديه عشان يوصل للشعر عشان أسرحه عشان فرشة السنان عشان الأذن بنقول كل هذه الحركات اللي إحنا بنعملها وبنقديها بنقديها عشان نقول بنقدي أحسن وظيفة أحيانا الحرق الموجود بيكون فيه مشكلة كبيرة جدا مريض تحرق وكوهو الجلد أفل في هذا الواضع خلي الجلد مش قادر يتفرد فنقول هنا كان العلاج الطبيعي المبكر هو لسه الحروق موجودة يبدأ يخلي المريض يعمل تمرينات في حدود الألم المتاحة تمرينات خفيفة مع الغيار تمرينات ودول بنقول لهم اوعوا تهملوا إلا إحنا سيبنا المريض يقول لك لا أنا مش عايز أتحرك خلي إيدي بالشكل ده نجد الصوابع أفلت كده لا بتتحرك ولا بتتني ولا تتفرد لا العلاج الطبيعي المبكر لحالات الحروق في غاية الأهمية بنقول لذلك في قسم الجراحة والحروق مهم جدا وجود دكتور العلاج الطبيعي لأن ده اللي هيبدأ يعيد الحركة تاني من جديد كتير من المرضى يعمل الجراحة وللأسف الشديد بقول للأسف إن رأينا بأعيننا ممكن الإسبوع الماضي يعني مريض في إحدى المستشفيات ما تحركش بعد العملية العملية المريض اللي بياخد بنجة كله بيبقى محتاج لحركة علشان يحصل حركة للأمعاء المريض تركوه ما حركوهوش هو ألم وأي من جراحة محدش قال له قوموا تحرك ففضل ما حصلش الدكتور يجي يسألهم حصل أي حركة للقولون يعني أعزكم الله هل خرج ريح يقولوا لا ما خرجش المريض نفسه يشرب فشرب المريض قبل ما يخرج ريح فهذا يحصل عنده ما يعرف بيه زي حالة شلل في الأمعاء طبعا دي بتبقى مشكلة كبرى جدا المريض في حالة من الحالات الشديدة بنقول هنا وجود دكتور العلاج الطبيعي بعد الجراح هيبدأ يحرك المريض والمريض لو تحرك ونزل ماشي أو حرك رجليه وعمل حركات لأيديه حركة القولون ترجع بسرعة لكن لو قعدنا سبنا لا لا خليك مرتاح محدش يجي جنبه لا ده تعبان يفضل حركة القولون ما ترجعش ويجي يقولك أنا عايز أشرب أو يجي يشرب من ورانا أو يأكل من ورانا أو حد يقدم له أكل مظنى أن ده حب للمريض مع أن لذلك بنقول من المفاهيم اللي ينبغي أن تصحح إياكم إدخال الطعام على المريض بعد الجراحة إلا بعد إذن الطبيب المعالج ليه؟ لأن الطبيب عارف حركة القولون رجعت ولا لا يقولك لا لا ويجي بالسماعة يسمع الحركة يقولك لا لا ما حدش يأكله دلوقتي لسه حركة القولون ما تحركتش العلاج الطبيعي مش فقط في حالات الحروق لا في أقسام أو بنقول عليها مستشفيات علاج الأورام العلاج الطبيعي مهم جدا هناك ليه؟ لأن مريض الأورام ده أحيانا بيعمل جراحة بيأخذ كيماوي بيأخذ إشعاع أو بيأخذ الثلاثة مع بعض عضلاته بتضعف نتيجة هذه العلاجات الثلاث من اللي هيحرك؟ من اللي هيعيد الحركة غير دكتور العلاج الطبيعي الموجود المخول له بهذه الوظيفة؟ يمكن أنا قليت آخر حاجة أتكلم فيها العلاج الطبيعي للإصابات الملاعب إن دي أغلب الناس عرفها وفهماها يقول لك آه اللاعب تخبط وتذلك عنديه عشان وسائل الإعلام وبنشوف التلفاز في المباريات يقول لك اللاعب حصل قطع عنده في الرباط الصليب يقعدوا يتكلموا عنه وأجرى جراحة في رجبته وبدأ برنامج العلاج الطبيعي التأهيل الطبي للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي المريض لللاعب فلان فنفهم إن فيه أعلى طبيعي لإصابات الملاعب ولكن مش بس بعد الجراحة أو في الجراحة لا العلاج الطبيعي لللاعبين يبدأ وقايا وهو بيتدرب لازم مع المدرب اللي بدي لياقى دكتور العلاج الطبيعي معاه نمرة اتنين مع الإصابات الخفيفة والبسيطة لا بد من دكتور العلاج الطبيعي زي الكدمات زي السحجات أو نقول الالتواءات البسيطة أو الشديدة دكتور العلاج الطبيعي بيعالج نقول 90% من العلاج في الملعب قبل ما المريض يخرج ويروح للدكتور في المستشفى بيكون هو عمل إصعافات الأولية سواء إنه حط تلك ربط المكان رفع المكان أو الطرف سواء الزراع أو الرجل وجهزها للطبيب المعالج إنه ما يجري الإشاعة عليها ويبدأ يشوف إيه ويشخص هو عالج الأعراض في البداية نقول 90% منه ويمكن دور العلاج الطبيعي أيضا في الإسعافات الأولية زي ما بنشوف اللاعب اللي بيقع وجيله إصابة في الدماغ ويفقد وعيه ويبلع لسانه أو دكتور العلاج الطبيعي هو اللي بينزل بعارف الإسعافات الأولية ينايمه على جنبه وطلعه على لسانه ويشفطله كل ده بنقول إحنا مفاهيم لابد إن إحنا نعرفها مش دور العلاج الطبيعي بس في العظام والأعصاب لا في كل مناحي الحياة علاج طبيعي وقائي علاج طبيعي علاجي النهاردة يمكن بدأت بقول الحلقة دي ليه يمكن بخصي بيها أولادي أو تلامزتي اللي لسه دخلين سنة أولى في كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية بنقول لهم هذه الحلقة يمكن حلقة تعليمية تعريفية أو لها الأمور اللي خايفين يقول لك وانا ابن يطلع دكتور يعمل إيه لا وقول له لا العلاج الطبيعي هنا في غاية الأهمية ولازم نفهم دور العلاج الطبيعي كويس جدا علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل منكم صالحين مصلحين تؤدوا رسالتكم تخدموا المجتمع تخدموا الناس وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأبدان والطب دواء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين